اعداد هذا المزارع يخرج كل يوم إلى الخيم ليتفقد مزرعاته إلى أن فوجئ بعض العاصفة بأضرار كبيرة أصابت الخضار قدرت بأكثر من 40% من الخيم وبكلفة 15 ألف دولار للخيمة الواحدة من ناشد الدولة ومن طالب الحكومة اللبنانية الإسراع بالكشف على الأضرار والتعويض الفوري لأنه ما عند قادرين نتحمل والمزارع اللبناني هو أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني هذا في البقع أما في الشوف أدت السيول الكبيرة إلى جرف التربة وقطع الطرقات إضافة إلى أضرار مادية أصابت مجابل الباطون إلى صيد حيث واجه صيدو الأسماك مشكلات مع بعض العاصفة بسبب النفايات في شباكهم التي تشكل مشكلة مزمنة مع كل موسم شتاء جديد في شبع شكل مواطنون من القطاع مادة المزوت والخبز لمدة خمسة أيام خلال العاصفة التي حاصرتهم في منازلهم إلى أن تمكنت البلدية وقوات اليونيفل من مساعدتهم على فتح الطريق ترجمة نانسي قنقر